حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الأربعاء بمدينة ويالا بجمهورية غينيا الاستوائية لتمثيل رئيس الجزائري عبد المجيد تابون في القمة الخامسة لمجموعة العشرة تابعة للاتحاد الأفريقي وفق ما أورده بيان للخارجية الجزائرية المصدر ذاته أوضح أن الوزير عطاف يشارك غدا الخميس في أشغال الاجتماع الوزاري لدول هذه المجموعة الأفريقية المعنية بملف إصلاح مجلس الأمن بيان الخارجية الجزائرية أضاف أن الوزير عطاف ستكون له لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة لا سيما وأن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم بمجلس الأمن ستستضيف في المستقبل القريب اجتماعين همين تربطه ماسلة وثيقة بموضوع القمة يتعلق الأمر بمصاري وهران شهر ديسمبر المقبل بهدف تعزيز وحدة الصوت الأفريقي داخل مجلس الأمن باجتماع وزاري لمجموعة العشر بالجزائر العاصمة في مستهل العام المقبل اشتركوا في القناة